موسيقى مشاهدينا مشاهدي كرما في كل العالم اهلا بكم ولقناة جديد مع مورا الاحداث وحلقة النهاردة الاربع 31 يوليو 2019 ما زالت للأسف الشديد حالات الاختفاءات للفتيات او للسائدات او للقبطيات عموما وعندنا النهاردة كان في حالة اختفاء لسهير وبندها جوزيفين جميل متغيبين من صباح الاتنين وعندنا برضو موقف غريب كده يعني هنحاول برضو معنا مدخلة الاستغاثة من نوع غريب برضو ليها علاقة بالاسلام اخ لما جيه يعلن يشر اسلام استخدم بطاقة اخوه واخوه علشان خاطر يسجل ابنه مش عارف يسجل ابنه اللي لسه مولود لكم انت تخيلوا بقى وموضوع يعني غريب من نوع الحياة بكل المقاييس عندنا برضو كمان اصابة طفل ابرام بميكروب في الدم بسبب اهمال حضانة مستشفى الفاشن المركزي موضوع اهمال الحضانات او حضانة يعني عفوا اهمال الحضانات واهمال المستشفيات والقصص دي كلها حاجة مزعجة جدا جدا طفل ابرام اهله كتبوا على مقاقع تواصل اجتماعي ان هو بعد ولدته دخل حضانة بسبب انه ما تشفطلوش كويس اسناء الولادة وتعرض على دكتور اطفال او دكتورة اطفال وكانت بتقول يومين هيدخل الحضانة وهيخرج ويبقى كويس فضل في الحضانة لمدة 15 يوم بسبب الاهمال من المسئولين عن الحضانة الولد للأسف جيله ميكروب في الدم وحصل له نزيف داخلي في كل جسمه نتج عنه تضخم في الكبد ارتفاع نسبة السفرة تورم في كل جسمه نسبة الهمجليبين كانت 11.5 وصلت ل8.5 صفايحة دموية كانت 210 بقت 22 210.000 ب22.000 نسبة المكروب ارتفعت ووصلت الى 144 يعني تعتبر فوق احتمال الطفل العادي للأسف وده كله بسبب اهمال رئيسة اسم التمريد وطاقم التمريد وكل الموجودين وطبعا زي ما بقول لكم ده كان من رسائل الصفحة نصلي من اجل الطفل ابراه من الحقيقة ونتمنى ان احنا نتطمن عليه بس يعني حقيقة فعلا حاجة صعبة جدا موضوع الاهمال وموضوع يعني عدم الاهتمام يعني باي حد من يعني الانسان في مصر يعني مش عارفة ولا في المستشفيات نقول ايه ليه كده مفيش يعني ايمة مفيش اهتمام مش قادرة يعني اعرف ايه اللي بيحصل ده الحقيقة ربنا يرحمنا بنصلي من اجل الطفل ابراه برضو الحادث اللي كنا اتكلمنا عنه الحقيقة بالنسبة لمارسلين وميشيل نجيب اللي كانت عرض لحادث كانت خبط بعربية ودخل المستشفى وكان الحقيقة عنده اصابات متعددة وكانت والدته استاذة ميرفت كانت دخلت معانا الحقيقة يعني طبعا يعني كانت الاصابات صعبة قوي لدرجة انه يعني مارسلين وراح السماء بنعز كل اسرته الحقيقة ويعني دي اراضة ربنا بالتأكيد والحقيقة من كتر من الحاجات اللي بعتوها لي الاسرة برضو هنشوف قد ايه فعلا يعني ده كان حوار بينه وبين حد من اصحابه فمارسلين وكان بيقول لي صاحبه واخر فترة حسس انه روحه كدس لجواية بيطلع نور قوي بفرح قوي لما بكلم حد عن ربنا بحس انه خلاص عايز اروح له الواحد بيفضل عايش في العالم تعبان وبيدور على فلوس بنات كلام فارغ وفي الاخر وهو بيموت بيسيب جسد وكل حاجة وبيطلع وبيفضل واقف قدام حد جميل نوره قوي بيرتل ويلحم وما بي يعني الكلام ده يعني واحنا على الارض لو صلينا يعني بنحمد ربنا ما بيملش يعني الانسان في السماء وسط النور العظيم نور ربنا ونور الهنا مع الترانيم والالحان ما بيملش لكن احنا على الارض لما بنصلي بنحمد ربنا يا مجرد التفكير بيرايح هنيئا لك بالسماء مرسلينو عريس السماء كان زي ما قلتلكم طبعا يعني ادى فترة طويلة كانت صلوات كتيرة اترفعت من اجله ولكن ربنا اختار انه يكون معاه اقيمت الصلوات الصلاة على جسده في الساعة الحدية عشر صباح امس السلساء بكنيسة الملاك بالمنصورة مع المسيح زيكا افضل جدا تعزياتنا لكل اسرته لكل محبي ويعني الحياة احتمله كتير ولكن زي بنقول عزقنا جميعا انه هو ليس موت بل هو انتقال الى الحياة الابدية اللي احنا كلنا بنتمنى ليش تهيئا انطلق واكون مع المسيح زيكا افضل جدا معينا اعتقد معينا الاستاذ عياد جابر والموضوع الخاص بالمشكلة الغريبة اهلا بيك استاذ عياد وحكي لنا ايه اللي حصل مع حضرتك تفضل استاذ عياد احنا سمعينك ايوه احنا سمعينك حضرتك معانا على الهواء الم بيك انا عياد جابر من محافظة دينا مركز ديشني من ديشنا مركز ديشنا محافظة انا ايو خاطر خاطر بطاق خاطر تحت اه طلع بطاق وصفى الليدي وبعد خدا اه دام الليدي من دي المطر غير غير الديانة باسمال طب طب معلش استانى يعني هو دلوقتي انت سمعني طيب قالوا دان واحد معرفين قالت انت واخده واحد قلت له كيفي ان انا واخد واحد قالوا انت واخده واحد مين اللي قالت؟ طب واستاذ عياد اسمعني من التليفون بعد اذنك معلش انت سمعني طيب دلوقتي ايه اللي خلاه يعمل كده يعني ايه اللي خلاه استخدم اسمك طب ما هو اسمه يعني متاح كان يعني ايه الفكرة من انه هو اه اه عشان يجي غير الديانة ويشر الاسلام يستخدم اسمك انتا مش اسمه هو هو كان بالجيش وهرب لهم بس سنة سنة اه تمام يعني عشان هرب من الجيش ممكن تتكلم بالروحة بس شوية عشان نفهمك يا استاذ عياد طب انت دلوقتي الكلام ده من الفين واتنين لغاية دلوقتي مش قادر تستعيد اسمك وان هو تطعن في ان هو كده استغلق اسمك يعني انت لغاية دلوقتي بطاقتك مسلم يعني لما بتيجي تطلع البطاقة بيطلع بيطلع ان انت مسلم يعني انت يعني انت يدلوقتي عملت كل حاجة وروحت لسجل المدني في رب dia اللي هو المركتب الرئيسي. وحاولت تثبت انه دلوقتي دل حصل. وانه انت دلوقتي زنبك اخوك عمل كده ومحدش بيساعدك من الفين واتنين لغاية دلوقتي. وانت بتلف مش قادرت. حرام يعني. مش قادرة فهم ازاي كل ده. طيب. عندي انا في الابرشية ايه? عندك في الابرشية ايه? محدش معي فيها. وانا قمت. يعني المفترض انه حضرتك فيه اوراق بتثبت انك انت الشخصية دي وانه ده اللي حصل ده تزوير. طب المحاكم والقضايا. يعني دلوقتي اصل الموضوع ده في ايد يعني مش هنتكلم على كنيسة وانه محدش هو في جمه. الموضوع ده قضايا. انت دلوقتي رافع قضية المفروض. مش محامي وانا جاهز. يعني مع نفس كده. يعني انت عايز محامي. عارفت انا هي الدينة بتاعك. انا خبرت مسل وانت عدتها بتحمل الله. طب. طب. ورحت المرشة. احنا هنشوف لك محامي اه معياد بالراحة طيب. انت دلوقتي. اه. عندك اولد وبنت صح? اه. البنت عندها ستاشر سنة والشهادة اللي معاها باسمها ولا باسم الاسم المسلم? باسمها واسم ابوها واسمها. يعني اسمك انت. المشكلة مع ولد. ولد انت لسه طفل مولود قريب? مولود ليش عارف ان انت بالضبط. ما عارفش اعطاء عمو. ولا عارفش اعطاء. يا ربي. وانا اصلا انا معيز بطاعة ماشي على كده. انت عندك كم سنة عمياد? يعني انا كتزبط على عياد. استاذ عياد عندك كم سنة? اه. انت عندك كم سنة? انا معيز ستة وسبعين. ستة وسبعين. طيب انا احنا هنشوف لك محامي. هنحاول نشوف لك محامي يخلص لك الموضوع ده لانه المفترض ان ده اسبات انك انت الشخص وفيه تزوير وياخده بصماتك ويبقى كده الموضوع ينتهي وتطلع لك البطاقة الصح وتقدر تسجل ابنك وتعمل كل حاجة. فاسرع وقت انا بناشد يعني اي من اي محامي من محاميين الحياة اللي معانا يعني انه بسرعة يتدخلوا في الموضوع بتاعك ده لانه يعني فعلا حاجة المفترض انها تكون سهلة متعودش من الفين واتنين لغاية دلوقتي واحنا في الفين وتسعتاشر وانت مش هفت تحل المشكلة دي ودلوقتي كمان الموضوع مستعجل عشان الطفل الجديد ده. ربنا يكون معاك هنخلينا على طول على تواصل معاك وهنزبط معاك ونشوف محامي ونتابع معاك وإيه اللي بيحصل وان شاء الله الموضوع يتحل يعني بسرعة انا مش قادرة افهم يعني ازاي يبقى حصل زي كده وربنا يسامح اخوك ده وربنا ينور بصرته بصراحة وينور عني يعني انه هو يعمل كده فيك يعني ربنا يسامح. مشكرك يا سيد زعياد تواصلك معنا وبإذن الله ربنا يقدرنا ونحاول عن طريق طبعا محامين الاكفاء يعني متطوعين من مصر ان احنا نحاول نحل مشكلتك بإذن الله. طيب احنا بنحاول نتواصل مع اه حد من ارايب موضوع الاختفاء محدش بيرد علينا لغاية الوقت يا جامعة. طيب. اه هي كانت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. اه انه في سهير وبنتها جوزيفين جميل متغيبين من صباح يوم لاتنين. اه البنت كانت المفروض ان هي دخلت جامعة. البنت الجوزيفين. اه هم اساسا من فنارة وكانوا رايحين يا اسماعيلية يقدموا البنت في الجامعة. تلفونات بتاعتهم كلها تقفلت محدش يعرف عنهم اي حاجة لحد دلوقتي. اه يعني حد من الاسرة كاتب ان احنا هنموت عليهم. ودورنا عليهم في كل مكان ولم نعصر عليهم حتى الان. احنا كنا بنحاول نتواصل مع اه اخت اه سهير. اه مش عارفين نوصل لها الحقيقة. كنا نفهم تفاصيل اكتر. لكن في النهاية زي ما بنقول في كل حالات الاختفاءات. نصلي ان هما يكونوا بخير. نصلي انهم يرجعوا لاهلهم بسلام. ويا ربنا يكون يحافظ عليهم. وانه ما تكونش في امور ليها علاقة طبعا بموضوع اه اسلامة او غيره. فربنا يعني اه يكون معهم. ما فيش اي حاجة انا بقول الكلام ده احنا اللي هو العام. كلام عام. انا عنديش اي معلومات. كنا نتمنى ان احنا نعرف من اه من اخت سهير اه على اي معلومات. ولكن لم نتمكن من التواصل معاها. لو قدرنا خلال يومين دول او يوم الجمعة نعرف معلومات اكتر. هنقول لحضراتكم. هنكمل معاكم اخبارنا. وموضوع قضية سيدة القرم وحرق من المنازل ومقتل قبتي دلجة. اتأجلت القضية لجلسة اكتوبر. لايه القضية يعني المستمرة اللي هو مش قادرة فهم بصراحة في ايه يعني عشان تبقى ملحمة بهذا الشكل. محكمة جنايات المينيا قررت تأجيل ثلاثة قضايا تتعلق بالاقباط لدورة اكتوبر المقبل. قضية تعريض سيدة القرم السيدة سعيد سابت. وحرق منازل اقباط القرم اللي كانت في نفس الموضوع. القضية الثالثة اللي هي قتل المواطن القبتي اسكندر توس. وحرق ونهب منازل اقباط دلجة اللي هي من سنة 2013. يستمر التأجيل للقضايا السلاس منذ 2016 و2013 دون اسباب. احنا معنا صورة اسكندر توس والحياة يعني حاجة صعبة جدا. يعني لدرجة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي متعجبة جدا انه ليه القضية تاخد كل دواية من 2013. استمرار التجليق يعني واضح جدا انه يعني استمرار هذا التأجيل وبعدين تنحي كان القاضي عن التلات القاضي السابق عن القضايا التلات عشان تستشعر الحرج في مارس الماضي. وبعدين تتحول القضية لاستقناف بني سويف وبيتم تحديد نظر قولة جلسات التلات قضايا في بريل وبعد كده نقعد نأجل وده التأجيل التالت اللي الاكتوبر. قضية اسكندر توس داخل اروقة المحاكم منذ 2013 يعني من ست سنين. وبالرغم من توافر وثبوت الادلة على اللي قاموا بقتله وسحل وحرق منزله على مرأة ومسمع من الجميع لكن القضية لم ولن تحسن. موضوع استشعر حرج موضوع تنحي موضوع دايرة جديدة. طب نأجل. ايه كل الممطلة دي? ولازم يكون فيه تساؤلات. لماذا كل هذا العبس والإطالة? ليه القضاء يعني للأسف الشديد مش بياخد موقف حاسم مع الارهابيين دول اللي قتلوا وسحلوا ومعروفين. يعني يعني هل دا يعني الفكرة ايه طيب? هل الناس تقول ان هو عشان ابتي مثلا ولا ايه اللي بيحصل? فيعني ليه الممطلات دي كلها? ليه اللي بيحصل دا? بيشجع اي حد ان هو يعتدي على مسيحي وهلما جرى وناخد بقى احكام مخففة او نعود سنين. يعني طبعا يعني اعتقد ان دا موضوع يعني صعب جدا. بنتمنى ان القضاء ياخد موقف وخصوصا هم كده ربطوا من بين القضيتين فبقى التأجيل اكتر وهكذا. لكن دي من الفين وتلاتتاشر. يعني ليه الممطلة? عفوا. يعني ليه الممطلة? وليه كده الموضوع دا بشكل يعني يدي زريع لأي حد انه مباح قتل الاقباط او انه يلا والقضية تبقى كل الوقت دا ست سنين. يعني قضية اسكندر توس قضية الحقيقة محتاجة نظرة ومحتاجة ان يكون لها جلسات عجلة وانه مش مفترض ان هي تتحط مع قضية سيدة الكرم كده ونعود بقى هنعود نأجل ونعود نعمل دا كله الله اعلم يعني هو تقتل كان بجرار زراعي في قرية دلجة امام الجميع. وتاني يوم اخرجوا جسيتهم القبر وسحلوه. وكل دا والقضاء بيستشعر الحرج او ان تأجيل تأجيل ورا تأجيل ورا تأجيل. ليه? مع ان القضية واضحة. وليه ما يبقاش فيه معاقبة للي قاموا بهذا الفعل الدني. تساؤل بنتراحوا امام القضاء ونتمنى ان يكون فيه يعني الحقيقة يعني يكون فيه آآ ايضا تساؤل اخر حياء المحامي الاستاذ عود شفيق استاذ القانون الدولي بجنيف بيتساؤل. ليه قاعدين نأجل برضو في قضية سيدة الكرب. يعني الفكرة ان انا عندي القضيتين عاديين بنأجل فيهم برضو مش فاهمين. بالرغم من انه الرئيس قال ان السيدة دي هداخد حقها. بالرغم برضو من انها كانت قضية رأي عام. وفي الاخر قدينا بنأجل ونأجل ونأجل. ولا نعلم متى سيكون الحكم. في قضية اسقندر اسقندر توس وفي قضية سيدة الكرم السيدة سعاد. ربنا يتدخل كده وزيان بقول عدلة السماء اقوى ولكن بنأمل انه يكون فيه عدالة في الاحكام بالنسبة لهتان القضيتان على يعني في المحاكم المصري. ونروح لخبر الحمد لله يعني مؤكد ونتمنى ان شاء الله السرعة او يعني الانتهاء من الرصف مدى دير الانباس ممويل في الموعد اللي تم تحديده تحت اشراف الادارة الهندسية القوات المسلحة بتشرف على عملية الرصف. الرصف بتقوم بيشركة خاصة ولكن الادارة الهندسية القوات المسلحة بتشرف عليه وكانت قال وتوعد انه شاء الله هيكون التسليم في ديسمبر المقبل. نتمنى من كل قلوبنا انه تنتهي ينتهي فعلا الت الرصف في الفترة المحددة وانه يعني كانت بيعتبر كده في عمل يعني العالم العمل جاري على قدم الوساق زي ما بيتقال. فان شاء الله يعني الموضوع كده المادة الاخيرة اللي هي للاسفلت المسافة عشرة كيلو بتتحط وان شاء الله يعني ينتهي كل الطريق في ديسمبر بإذن الله. تم ايضا توقيع عقد شراء شراء نهائي لكنيسة الانبى انتونيوس باحدى مدن ايطاليا وبنقول لهم الف الف مبروك. نيافة الانبى برنابة اوسكوف تورينو وروما كان وقعوا عقد شراء نهائي لكنيسة الكديسة العزيم الانبى انتونيوس بمدينة جنوا بايطاليا. بنقول لهم الف مبروك ربنا يتمم كل الامور بالنسبة للكنيسة والصلاة فيها بإذن الله. الزكرة الحادية والثلاثين لرهبنة البابا توادرس. هتكون واحد يعني واحد ثلاثين يوليو. هتبقى كده مر بالضبط واحد وتلاثين سنة. كان البابا اتراهبن عام الف وتسعمية تمانية وتمانين. كانت كان باسمه دكتور وجيه صبحي. واترسم راهب واحد ثلاثين يوليو الف سعمية تمانية وتمانين باسم الراهب سي اودور. الانبى بشوي. على يد مسلس الرحمات المتنيح البابا شنودة الثالث. بنقول لقدسة البابا توادرس لمنتهى الاعوام. وكل سنة وقدستك طيب. المركز الاعلامي للكنيسة الكبته الارثيزوكسية بتقدم بخالص التهنئة لقدسة البابا. الانبى توادرس الثاني. بنسبة الزكرة الحادية والثلاثين لرهبنة قدستكم. نصق ان الله لازي اختاركم من البدء وقدسكم له اناء مختارا قادر ان يعينكم على رعاية شعبه وقيادتهم في طريق التقوى وتدمير كنيسته المقدسة بكل طهارة وبر. كل سنة وقدست البابا طيب. بمركز لوجوس قام قدست البابا بفتاح مؤتمر كهنة الخليج الرابع. المؤتمر في مركز لوجوس البابوي بوادي النوترون. والمؤتمر ده بيعتبر المؤتمر الرابع وبيقام في هذا التوقيت من كل عام على مدور ثلاثة ايام بيجمع كهنة كنائسنا بمنطقة الخليج آآ العربي. ربنا يبارك خدمته. ايضا آآ بالنسبة ليه كان اليوم التاني من فعليات المؤتمر. آآ كان البابا آآ بعد ما افتتحوا اخدوا صورة تسكرية. شارك البابا ايضا الكهنة وزوجتهم في صور تسكرية. وفي اجتماع كان معتاد لما بيكون البابا في اي مكان بيجتمع بالكهنة وزوجتهم وقصرهم وبيتم اخذ السور التسكرية. نيافة الانبا ارمية زار شيخ الازهر للاتمئنان على صحته. وده كان مساء امس السلساء. حيث زار نيافة الانبا ارمية لأسكو في العام ورئيس المركز الثقافي الكبتي الارثوزوكسي. فاضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر للاتمئنان عليه بعد عودته من رحلاته العلاجية بالمانيا. كمان الانبا ماركوس اشترى سك اضحية خلال زيارته لكفر الشيخ. اعلن الشيخ سعد الفئي وكيل وزارة الاوقاف بكفر الشيخ. شراء الانبا ماركوس اسكو في عام وطرانية كفر الشيخ ودميات ودير الكديسة دميانة والبراري. سقن ضمن مبادرة سكوك الاضاحي. طبعا احنا مقتربين على عيد الاضحة كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا. والشراء السك جيز دمن زيارة او خلال زيارة الانبا ماركوس لكنيسة السيدة العزراء بسخة. وبحضور الشيخ شعيب سكر امام وخطيب مسجد الظهور بمدينة كفر الشيخ. والقص بستوروس نظمي رعي كنيسة الشهيد العظيم ماري جيرج ضدية كفر الشيخ. اكد وكيل وزارة الاوقاف بكفر الشيخ مدى ترابط العلاقات والاخوة والمحبة بين نسيج الوطن الواحد. واشار الى ان المصريين مترابطون في السراء والدراء في مختلف الازمنة والعصور. واضاف الفقي ان مشاركة الكنيسة لم تكن المرة الاولى فقد سبق وشارك القمس بوتروس بستوروس وكيل عام بوترانية كفر الشيخ ودميات ودير القديسة دميانة بشراء سقين العام الماضي. ودي حاجة جميلة. كان برضو في خبر مؤجل حالين فترة يمكن ما قلناهوش وهو كانت فيه مجهودات كويسة قوي. ده ليه علاقة بالشهيد ماسيو. شهيد ماسيو اللي كان انتوا عارفين طبعا من شهداء الواحد وعشرين بالنسبة لشهداء مصر في آآ ليبيا. وهو الشهيد اللي كان من افريقيا. وتم التأكيد ان جثمانه مازال في ليبيا. وكان فيه تواصل الحقيقة آآ مع المسئولين في آآ ليبيا. وكان فيه آآ طلب رسمي من نيافة الانبة آآ من آآ من ساملوت الحقيقة. علشان خاطر انه آآ يعني يجيبوا الجثمان. ودي حاجة جميلة جدا. وهنتابع برضو. والست نادر شكري متابع الموضوع ده. وهنتابع معاكم. ونشوف ان شاء الله ايه اللي هيحصل بالنسبة لجثمان آآ الشهيد ماسيو. وهو ليه مكان حتى في كنيسة آآ في كاتدرائية العور. فليه مكان. وآآ يعني الناس كلها بتتمنى انه ييجي وينضم لشهداء. شهداء كنيستنا. شهداء مصر في آآ ليبيا. شهداء اللي هما من قرية العور ومن كرة اخرى. اللي موجودة جسامينهم دلوقتي في الكاتدرائية هناك في آآ ساملوت. بانه ينضم جثمان الشهيد الواحد وعشرين لباقي الشهداء. فربنا يكلل كل المحاولات دي بالنجاح ان شاء الله. ويعني يأتي جثمان الشهيد. هنروح بقى لاخبار من اخبارنا من العالم. اخبار مسيحية العالم والشرق الاوسط. وآآ خبر الحقيقة يعني خبر مش حلو موضوع انه كان فيه كنيسة تاريخية في ولاية تيكسس تم حركها بالكامل. النيران التهمتها بالكامل الحقيقة. وتم تداول مشهد مقطع الفيديو ده على مواقع التواصل الاجتماعي. وزي ما انتم شايفين كده. يعني حتى الناس استغربت قالت ايدا. الكنيسة دي ورق ليه كده. ازاي الحريق قضى عليها كده بهذا الشكل. آآ النيران كانت شديدة جدا. آآ تحرقت كل المحتويات من ارضيات وكراسي حتى السلبان اللي كانت اعلى الكنيسة. سقطت جدران الكنيسة بعد اذابت بعد ان اذابت النيران الحديد. وده ادى الانهيار المبنى بالكامل. الكنيسة دي تعد كنيسة تاريخية كانت آآ بيعود انشاءها الى عام الف تومنمية خمسة وتسعين في تيكسس. وتحولت زي ما انتم شايفين رماد خلال مدة وجيزة. لم تحدد السلطات المحلية بعد في تيكسس اسباب الحريق. وكان من هي في مدينة ااستن. وكان سكان ااستن بيقولوا انه مشاعرين طبعا بالحزن جدا. وكمما كانوا بيشوفوا دمار الكنيسة اللي بتعتبر معلم تاريخي وديني منذ اكثر من قرن. وكانت دخلت مجال الخدمة في في جنوب غرب مقاطعة فولس. واللي بتضم عدد كبير من مهاجري آآ منطقة آآ وستالفيا الالمانية. واللي جميل الولايات المتحدة عام الف تمنمية تلاتة وتمانين. طبعا يعني مشهد صعب جدا جدا. آآ ناس طبعا عادت تعلق وتقول هو الماس الكهربائي يروح لامريكا كمان ولا ايه? لكن ربنا ارحمنا. الموضوع الاخر اللي كان الحقيقة آآ الفريق الغنائي آآ مشروع ليلى. او مشروع ليلي اللي كان في لبنان. وكان عليه جدل كبير قوي. يعني يعني مدير الفرقة دي كان اعلن ان هو مثلي الجنسية. وكان الحقيقة حفلة عمل زمان من كم شهر كده في مصر. وكان عليها جدل. وكانوا رفعوا العلم اللي هو الشعار اللي هو الرينبو. للأسف اللي ما عرفش ليه اخدوه كده. احنا يعني بالنسبة للرينبو. المفروض انه ده بيظهر بعد الامطار. وكانت او كس قزح يعني اللي هو الالوان المتعددة اللي بيسموها الوان الرينبو دلوقتي. آآ دي كانت يعني عهد من ربنا معانا انه مش هيعمل تاني. مش هيبقى فيه طفان تاني. يقضي على آآ بعد كده لما كان في وقت الطفان. يعني بعد فول كنوح وكان وعد من لنوح والبشرية كلها. فيعني انا داق جدا. ما عرفش هما ليه المثليين اخدوا الشعار ده بكل بساطة كده من غير محد يعترض. آآ الوقت ده لما كانت الحفلة دي في مصر كانت عامل جدل كبير عليها. واتقبض على ناس من اللي كانوا حضرينها. وموضوع الجهر بالمثلية والكلام ده الكل. كان مفروض فيه حفلة هيتعامل في لبنان ضمن مهرجانات آآ المهرجانات دي اسمها مهرجانات بيبلاس في لبنان. في منطقة آآ في الحقيقة يعني الفرقة دي بدأت تعمل آآ في بلدية جبال. جبال في لبنان. من اول ما اعلنوا ان الفرقة هيكون ليها الحفلة يوم تسعة اغسطس. والحقيقة طبعا بدأت آآ جدل كبير جدا لدرجة على مواقع التواصل الاجتماعي. كان فيه تهديد بانه هيكون فيه اراقة دماء اذا الحفلة دي تمت. لانه هم آآ كتير جدا كانوا اساؤل المقدسات المسيحية. طبعا تم الاعتراض على الاسلوب وانه مش مفروض ان ده يكون اسلوبنا. ولكن بغض النظر على الاسلوب اللي كان تم ممارسته على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض المسيحيين. لكن كان الحقيقة اللي تم اجتماعات متعددة على سبيل المثال. آآ كانت فيه اجتماع. آآ الاجتماع ده كان قام آآ قام بي آآ الموتران. موترانية جبيل المارونية. بين الموتران آآ ميشيل عون والمشرفين على آآ تحرك تسعة اغسطس. كان محاولات عشان يتم الغاء مشروع ليلة. او مشروع ليلة. الحاجة التانية اللي حصلت انه برضو كان فيه بيان صدر هذا البيان من نواب جبال. آآ ونواب الحقيقة كان ليهم رأي انه هما كان فيه بعض نواب آآ سيمون آآ آآ ابي رميا وزيادة الحواط ومصطفى الحسيني على سبيل المثال اطلقوا اصدروا بيان من آآ بيان صادر من نواب البرلمان. وكانوا بيقولوا انطلاقا مقتضيات المصطحة العامة والتزان باحكام الدستورة القوانين اللبنانية وحفاظا على سورة جبال ودورها القائم على احترام المقدسات والقيم والمبادئ. ونتيجة سلسلة اجتماعات عقدت بعيدا عن الاضواء مع لجنة مهرجانات بيبلس الدولية والمرجعيات الروحية والقضائية والامنية في شأن الحفلة المزمع اقامتها لفرقة مشروع ليلي ضمن مهرجانات بيبلس مساء تسعة اغسطس وما رفقها من مضاعفات يتمنى نواب جبال على اللجنة او جبال على اللجنة المنظمة الغاء الحفل. ده كان بيان من نواب بيطالبوا بالغاء الحفل. اجتماعات بيطالب بالغاء الحفل نتيجة انهم اهانوا المقدسات. على سبيل المثال كان مدير الفرقة كان نشر صورة. المفروض ان الصورة دي معروفة انها للعدرة واستبدل وجه العدرة بوجه المغرنية مدنة. وقالوا ان فيه برضو في الاغاني حاجات كتير بتسيق ليه او بتتعرض للمقدسات المسيحية والرموز المسيحية. لقينا كمان انه كان في بلدية جبيل كانت برضو قالت انه اسنت على قرار المهرجانات بانه موضوع الغاء الحفل. وقالت انه قرار صائب احتراما للرموز الدينية. وحفاظا على الاستقرار ومنعا لحصول اية ملابسات واحتراما للمقدسات في المدينة. الموضوع برضو اصار جدل بالرغم انه قالك كده ان احنا طبعا هو برضو اللي يمكن اصار جدل انه لجنة مهرجانات بابلس لما كتبت في البيان الالغاء فقالت منعا لاراقة الدماء وحفاظا على الامن والاستقرار. فبالتالي اللي حصل انه هما بدأوا بقى يقولوا ايه اللي بيحصل ده. اه ليه كده طبعا اعتراضات على موضوع حرية الحرية التعبير وحرية الابداع والكلام ده كله. اه كانت فيه وقفة اللي هيعتبروها ان هي كانت وقفة اه هزيلة يعني لبعض الناس اللي كانوا اه عملوا اه واقفة. وكانوا بيتكلموا انه هما مع مشروع اه ليلة. وآآ يعني وانه ما ينفعش يكون في حاجة زي كده. اه برضو الامم برضو كان فيه قرارات صدرت من الامم المتحدة على موضوع برضو انه ازاي يحصل حاجة زي كده. وانه مش مفترض ده ضد حرية الابداع حرية التعبير. آآ برضو انتشرت آآ يعني منظمة العفو الدولية نشرت ايضا آآ آآ هاشتاج مع مشروع ليلة. وكتير كتير برضو ناس كانوا انضموا للموضوع ده. على اعتبار زي ما بقول لكم انه كانت ازمة كبيرة. وانه ازاي يكون في آآ مسيحيين آآ يهددوا بقراكة الدماء. وانه يبدأ كل الاجتماعات دي كلها اللي بت بتنتهي في النهاية لهذا الامر. وكان الفريق نفسه الحقيقة كان بيتكلم على انه واعتبر انه اللي حصل ده آآ نوع من انواع الاتهامات الباطلة. وانه ما كانوش يتمنوا ابدا انه الفرقة كانت بتقوم بجوالات عالمية وا 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 وانه يكون في اتخاذ هذا القرار آآ حيئة لهم الحقيقة. ده كان يعني آآ مشروع آآ فرقة مشروع آآ آآ ليلى او ليلي. على اعتبار ما تم بالنسبة لهم الحقيقة في آآ لبنان. بس احنا نتمنى انه ما يكونش فيه برضو يعني ازا كانت يا ناس كتير او يعلقوا انه ما يصحش ان يكون فيه اهانة لرموز آآ دينية. وآآ يعني آآ مرجو الدين مسيحي كان قال برضو الفرقة تريد نشر الخلاعة والفساد احتكار المقدسات في جبيل. آآ برضو كانت ناس طبعا يعني آآ كانت الفرقة قالت ازاي يحصل موجة الموجة دي. آآ برضو آآ حد تاني قالك واضح انه هما كانوا آآ الاعتراض على موضوع المثلية الجنسية اللي هما بيروجوا لها آآ يعني امور كتيرة كانت عاملة دوشة في الفترة اللي فاتت في لبنان وبالتحديد في منطقة جبيل الى ان اتى القرار بالغاء الحفل. نتمنى الهدوء ونتمنى طبعا انه يعني آآ ما يكونش فيه امور كده تعمل آآ يعني خلافات ما بين آآ الناس ناك في لبنان. نيجي بقى لوزير الخارجية الروسي استرجيل لافيروف كان بيقول ان في مشكلة حادة بتواجهها سوريا وغيرها من دول المنطقة. وهي حماية المسيحيين. واستعرض لافيروف محاور آآ بالنسبة لموقف موسكو. اذا تسوية الازمة السورية. من بين هذه المحاور انه ضرورة تمسك او تمسك بضرورة استعادة دمشق سيادتها على مجمل اراضي البلاد. يعني المشكلة اللي بتواجه سوريا ودول الشرق الاوسط هي حماية المسيحيين. فاكد لافيروف انه مهم جدا استعادة دمشق سيادتها على مجمل اراضي البلاد. اما حقيقة رئيس وزراء الماجر فكان له رأي في انه حان الوقت للعودة الى المسيحية. دافع رئيس الوزراء الماجري فيكتور اربان عما قال انها معركة ضد الليبرالية. واعلن معلنا مرة اخرى عن نفسه زعيما غير الليبرالي. جاء ذلك في خطاب له في احدى المدن الرومانية. واضاف اربان ان ايدولوجيته من الافضل ان يطلق عليها اسم الحرية المسيحية على حد وصف. وزعم اربان ان المشروع الاوروبي سيطر عليه الليبراليونة وحان وقت العودة للجزور القومية المسيحية لاوروبا. كمان كان في خبر عن الشرطة الاندوميسية. فاكرين طبعا الهجمات اللي كانت تمت في الاحتفال بعيد القيامة بالتوقيت الغربي. وسلطات الاندوميسية اصدرت اسمها زوجين يرجح انه مقامة بتنفيذ هجوم ارهابي ضد كاتدرائية في الفلبين في شهر يناير العام الماضي كمان. واوضحت الشرطة المحلية الاندوميسية ان رولي ريان زايكي وزوجته كانوا بيعتقد ان هما كانوا نفذة تفجيرات ضد كاتدرائية سيدة جبل الكارمل في جولو. والشرطة قالت ان هوية الزوجين تم الكشف عنها. والحقيقة انه كانت دي متشددين قاموا بتجنيد الزوجين الاندوميسيين وتورطوا مع جمعات ومنظمات ارهابية محلية. ده خبر ليه علاقة بالشرطة بحادث اخر غير حادث اللي كان في يوم عيد القيامة. فيه كمان قص ايطالي مفقود في سوريا. قص الايطالي مفقود منذ عام 2013. اسرته بتعتقد ان هو مازال على قيد الحياة. وهو الاب باولو دال اوجليو. مبشر يسوعي. كان يعد من اكثر الاصوات تأثيرا داخل الكنيسة الكاثوليكية في سوريا. اختفى في الرقة. اللي كانت بتعد معقل لتنظيم الدولة الاسلامية. تاريخ الاختفاء كان 29 يوليو 2013. شقيقته كانت في مؤتمر صحفي في روما في الزكرة قل سنوية لاختفاءه. وبتقول مرت ست سنوات على اختفائه. ولم نتمكن من معرفة ما حدث له. ولكنها اكدت ان الاسرة لم تفقد الامل. وقالت ان في قصص اشخاص تم العصور عليهم احياء بعد احتجازهم الاعوام في الشرق الاوسط. وهم عندهم امل انه ان شاء الله يعصر على اخوها ان شاء الله الاب بولو على قيد الحياة. كان برضو كان فيه كلام عن كهنة ايضا برضو مختفيين في في سوريا وبردو واسقفة وكان فيه امال برضو بالنسبة لانه يتم العصور عليهم احياء. على اعتبار انه برضو دي من الحاجات اللي بتشغل بال كاثرين في الفترة الاخيرة. وكان برضو اه تم الاعلان عن انه هيكون فيه مكافأة. اه المكافأة دي اه من امريكا لمن يدلي بمعلومات اه عن رجال دين مسيحيين اه مختطفين اه في اه في سوريا. برنامج المكافأات من اجل العدالة التبع الوزارة الخارجية الامريكية كان كشف النقاب عن اه مكافأة تصل الى خمسة ملايين دولار للحصول على معلومات عن شبكات تنظيم داعش الخطف او الاشخاص المسؤولين عن خطف رجال الدين في اه المسيحي في سوريا. وكان اه من رجال الدين المختفيين او المعروف انهم اختطفوا اه مهر محفوظ اه ميشيل اه كيال وجريجوريوس ابراهيم وبوليس ياسجي والقاب اليسوعي بولو اه اشهر البرنامج انه كان في يوم تسعة شباط او فبراير الفين وثلاثتاشر كان فيه برضو الكهن الارثوذوكسي اليوناني مهر محفوظ والكهن الارماني الكاثوليكي ميشيل كيال علامتنا حفيلة عامة بيسافروا لدير لدير في كافرون سوريا وانه تم اختطفهم من اه تم توقيف الحفيلة من قبل داعش ومن ساعتها تم اختفاءهم. برنامج المكافئات من اجل العدالة التابع للخارجية الامريكية كان آآ سافر آآ كانوا بيتابعوا القضية دي وآآ تم العصور كان على سيارة الاسقفة والبرنامج كان برضو قال انه هو في يوم تسعة وعشرين يوليو اختطف اختطف الداعش الكهن اليسوعي الايطالي باولو واللي كان الاب بيخطط للقاء داعش للمطالبة بالافراج عن الاباء محفوظ وكيال ورؤساء الاسقفة ابراهيم وآآ ياسجي ولم يتم رؤيته واو سماع عنه شيء اللي هو اللي احنا كنا بنتكلم عنه منذ قليل الاب آآ آآ باولو فنتمنى يعني فعلا كده البرنامج المكافئات من اجل العدالة التابع للخارجية الامريكية بيعلن عن آآ مكافأة آآ تصل الى خمسة ملايين دولار لو اي حد ادلب معلومات عن آآ عن رجال الدين المسيحيين المختطفين في سوريا هنكمل معاكو برضو كانت الحياة حاجة عجيبة جدا ان مؤسسة آآ جمعية آآ مؤسس جمعية آآ جمعية آآ مايتي اوكس الخيرية آآ دي للمحاربين القدامى آآ آآ هي بتساعد في التغلب تغلب المحاربين القدامى على صدمات الحروب ففوجئ بانه فيه رفض غريب من موقع يوتيوب اثناء محاولته تحميل اعلان ترويجي للجمعية والاعلان ده كان آآ المفروض انه هو آآ كان بيكتب كلمة كريستين او مسيحي وده يعني اعلان خاص بخدمات الخدمات المؤسسة هذه المؤسسة المسيحية فقالك ان احنا يعني كان حاجة غريبة جدا بعد منتشر المنشور فوجئ بانه هما قصه يعني ما كانش راضي ان هو يحمل المنشور ده بكلمة مسيحية فهو قال انه كانت دي غريبة جدا كتب تغريدة وقال نحن نعلم ان معتقدات الدينية شخصية لذا لا نسمح المعلنين باستهداف المستخدمين على اساس الدين وعلى وعلى ذلك ليس لدينا سياسات ضد الاعلانات التي تشمل مصطلحات الدينية مثل المسيحية فلانه هو تواصل مع اليوتيوب وبيحاول يشوف ايه الموضوع رفضوا التحميل المحتوى عشان في كلمة مسيحية او كريستين او مسيحي فالحقيقة رد مؤسس الجمعية وقال ان احنا قمنا بعرض اعلانات باستخدام كلمة مسيحي لسنوات وفجئنا انه الفترة دي مش راضيين مش راضي موقع يوتيوب ان هو يحمل هذا المقطع وجينا لما جينا نجرب حاجة جرب ان هو يحط الاعلان واستبدل كلمة مسيحي بمسلم تمت الموافقة على الاعلان فالحيات عجب جدا وانه ايه سياسات اللي بتقوم بها يوتيوب انه لما يجي يحط كلمة كريستين ما تقبلوش ولما يجي يحط كلمة مسلم بتقبل يوتيوب لتحميل الاعلان ده فطبعا بيتمنى رد واضح من سياسة يوتيوب على هذا الامر كان فيه برضو البحث عن تابوت عهد الله مع اسرائيل بيتوالى وكان فيه باحث بيعتقد ان التابوت لا يزال تحت موقع الهيكل القديم نشوف هذا التقرير اثناء مقابلة اجريناها معه في ارشاليم اخذنا الباحث والمؤلف هاري موسكوف في جولة عبر انفاق حائط المكة صعودا حتى اسوار جبل الهيكل والغرف المحيطة باقدس موقع يهودي كتابه عن تابوت العهد يؤرخ عقدين من البحث لايجاد الايقونة الالهية موسكوف تحدث عن احدى النظريات التي تقول انه تم اخراج تابوت العهد من الهيكل ونقله الى اريحة التي تبعد 18 ميلا يقول النبي ارميا انه تم اخراج بعض اواني الهيكل او بالاحرى تهريبها عبر هذه المنطقة عند تدمير الهيكل الاول موسكوف اخذنا الى المكان الذي يعتقد ان تابوت العهد موجود فيه هذا الجزء بالتحديد من الحائط الغربي للهيكل رائع بالفعل ذلك لان هذا الحجر يزن بالحقيقة 570 طن يعتقد موسكوف ان المفتاح لحل اللغز يكمن وراء هذا الحجر العملاق وان ادوات بحث عالية التقنية تعطي مصدقية لنظريته قبل عامين قامت جامعة نبراسكا باجراء اختبارات من خلال جهاز صوتي لكشف الاجسام واستخدام الموجات الكهرومغناطيسية فوجدوا في الواقع ما يسمى مساحة تخزين داخل هذا الجزء في الحقيقة كان يوجد هدف من وراء وضع هذا الحجر العملاق هنا احد الاسباب في رأيي هو حماية ما هو موجود على الجانب الاخر وحسب نظريتي حول المكان الذي دفن فيه الملك يوشية تابوت العهد بالفعل اعتقد انه كان في عام 568 قبل الميلاد في الواقع يوجد في اسفل جبل الهيكل عشرات الانفاق والغرف تحت الارض قبل 150 عاما اجرت شارلز وورن بالفعل دراسة استقصائية وللاسف لم يجري القيام باي عمل منذ ذلك الحين لاسباب سياسية ولم يسمح لاحد حتى باستخدام رفش الذين قاموا بمسح المنطقة باكملها واختاروا الانفاق وما الى ذلك لم يتمكنوا من العثور على تابوت العهد ربما لم يكن يوجد وقت المستكشف البريطاني وورن الذي وثق هذه الانفاق بناء على طلب الملكة فيكتوريا هو احد الذين بحثوا عبر التاريخ عن تابوت العهد جماعات مثل الصليبيين وفرسان الهيكل وصندوق فلسطين للاستكشافات الذي كان مكلفا من قبل الملكة فيكتوريا جاءت للبحث عن صندوق ذهبي مع عصوين كان يجب ان يبحثوا عن غرفة كان بامكانهم ان يكونوا عند الجدار الذي يوجد على الجانب الاخر منه تابوت العهد موسكوف قال ان قدس الاقداس الاصلي كانت له غرفة اخرى تقع تحته مباشرة في الواقع وبحسب نفس خريطة الهيكل الاول كان يجب ان تكون قد بنيت غرفة تحت قدس الاقداس على ذات مستوى قداستها لقد تم اعدادها من البدء لوضع تابوت العهد مع الارضية الذهبية وكل شيء هل هكذا سيده سليمان طيبة جميلة طبعا الكشفات دي يعني اللي بتؤكد يعني في كتير من الاحيان طبعا الاحداث اللي كانت حصلة من خلال كتاب المقدس نتمنى لهم كل التوفيق نروح بقى الاخبار لمصر والحياة كان فجأنا دونالد ترامب بيت غريدة وهذه التغريدة قال فيها ان هناك بعض النازحين من اللاجئين السومليين في تاكسن كانوا في طريقهم لمصر وكانوا على اتصال بعميل ارهابي هناك واحد هؤلاء القادمين لمصر كان قال ان افضل طريقة للصحوة هي انضمام لتنظيم داعش حتى ننتصر او القيام بنفس تأثير حادث 11 سبتمبر كتب هذا دونالد ترامب بالامس على تويتر وكان بيتكلم عن اللاجئين اللي هما ريفجيز من السومال واللي كان تم القبض عليهم وقال ان هما كانوا بيتواصلوا مع عناصر وعملاء من الارهابيين علشان خاطر يعملوا احياء للاعمال الارهابية او احياء لداعش وقال لك هو ان هما كان واحد منهم قال انه الباست يعني افضل طريقة علشان نعمل نصح صح كده اللي هي الاسلاميك استيت اللي هي الدولة الاسلامية تنظيم داعش ان احنا نحاول نعمل عمل كبير زي 9-11 او حادث 11 سبتمبر التفاصيل بقى بتاعة الموضوع ده وزارة العدل الامريكية كانت قد اعتقلت يوم الجمعة الماضية لاجئين صوماليين كانوا حاولوا السفر لمصر بعدما سجلت تذكرت سفرهما الى مطار القاهرة الدولي وبعد كده اكتشف من خلال التحقيقات من وزارة العدل الدولي الامريكية عفوان انهم كانوا عايزين يلتحقوا بما يسمى تنظيم ولاية سيناء التابعة لداعش قرار الاتهام الصادر ضدهما واحالته للنيابة العامة الى محكمة اريزونا الفيدرالية بيذكر ان احمد مهد 21 سنة وعابدي يماني حسين 21 سنة كانوا بيقويمان في تاسكن بولاية اريزونا وكانوا وضعوا خطة للالتحق بصفوف الارهابيين في سيناء وبالنسبة للجيف القرار الاتهام انهم كانوا على تواصل مع عميل سري هذا العميل او عفوان ان الارهابيين اخبار عميلا سريا في مكتب التحقيقات الفيدرالية هو قدم نفسه ليهم على انه من انصار داعش فقدروا انهم يقعون بالطريقة دي فهم كانوا قالوا للعميل السري انهم عايزين يقتلوا اكبر عدد من الناس وزبح ما وصفوهم بالكفار وكسب شهرة في العالم اجمع وحسين قال للعميل الفيدرالي انا ابو جهاد وده اسمي اما حسين فما زال من جهته يحتفظ بصفة لكن الحمد لله انه تم الكشف عن هذا الامر ولكن ده في منتهى الخطورة انه زي ما حضراتكم كده شايفين ولكن الحياة نجاح يعني يعني بنحيي العميل السري في مكتب التحقيقات الفيدرالي للإف بي آي انه ما يدر يكشفه عن هذا الامر واتكتب بشكل رسمي الحقيقة ما كانش فيه اي تعليقات من الجانب المصري على هذا الامر ولكن ده اتى في صورة تحذير بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن انه في عدد من النازحين السومليين ممكن يكون فيه ناس تانية سومليين جايين من طرق اخرى ودي الفكرة اللي بيخططوا لها لكن ان شاء الله ربنا يسطر على مصر وربنا يعني يحبط ويفشل كل مؤامراتهم بإذن الله الفريق اول محمد زاكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي عادة الى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة الامريكية الفريق اول محمد زاكي كان فيه زيارة ووفد مرافق له للولايات المتحدة الامريكية واجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وكان فيه أثناء وجوده السلام الوطني لكل البلدين حيث التقى مارك أسبر وزير الدفاع الامريكي بالفريق اول محمد زاكي في مقر البينتاجون في اول اجتماع لوزير الدفاع الامريكي منذ توليه مهام منصبه لسه كان وزير الدفاع الامريكي كان حلف اليمين يعني في الفترة اللي فاتت دي فده اول لقاء على طول كان تم ما بين وزير الدفاع المصري وزير الدفاع الامريكي محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية الى الولايات المتحدة الامريكية حيث اجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرص الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنية لكل البلدين حيث التقى السيد مارك اسبر وزير الدفاع الامريكي بالفريق اول محمد زاكي في مقر البنتاجون في اول اجتماع لوزير الدفاع الامريكي منذ توليه مهام منصبه وعقد الوزيراني جلسة مباحثات ثنائية تناولت تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وانعكاسها على الساحتين الاقليمية والدولية كذلك نقل وتبادل الخبرات العسكرية والتدريبات المشتركة وسبل مكافحة الارهاب بما يعكس عمق العلاقات المصرية الامريكية والدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الامن والاستقرار الاقليمي في المنطقة وعرب الفريق اول محمد زاكي عن اتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية ولا سيام في المجال العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكل البلدين من جانبه اشاد وزير الدفاع الامريكي بجهود مصر ودورها الدعم للامن والاستقرار على المستويين الاقليمي والدولي معربا عن رغبته في توسيع التعاون بين القاهرة نأتي للمؤتمر الوطني السابع للشباب والمقام بالعاصمة الإدارية وبالطبع في مثل هذه المؤتمرات والمحافل بيكون لازم بيكون فيه القاء ضوء على موقف إنساني او رسالة يعني إنسانية يؤدي او يقوم بها الرئيس السيسي فالحقيقة الموقف الإنساني المراضي كان ان الجلسة الافتداحية للمؤتمر الوطني للشباب شهد استجابة من الرئيس السيسي لفتاة من زاوي الامنية او تمني فتاة من زاوي الاحتياجات الخاصة وإلى جانب حرصه على توجيه رسالة شكر وعرفان بالجميل للشعب المصري هدي الماجد 25 سنة وهي إحدى النماذج المشرفة اللي بيقدمها المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة والحقيقة إنها كانت بتتمنى إن الرئيس السيسي يسمح لها بالغناء وكانت بتقول فخورة كوني مصرية ملقبة بأم كلسوم أولادنا والحقيقة إنه كان تم يعني الاستجابة وتم العرض تم الاستماع لغناء هنشوف أجزاء كده بسيطة وينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي أسلم على خبرتك هل تصور مع حضرتك وتصور مع حضرتك تصور مع حضرتك تصور مع حضرتك يعني يمشي بيها على المسرح والمسرح ويحقق أمنيتها أيضا بالتصوير معاه والرئيس السيسي كان علق على الموضوع الموضوع ده يعني وقال إن المؤتمرات دايما بتعطي شوحنا دخمة وعظيمة جدا من الأمل والإيجابية خليني أوجه لكم جميعا كل التحية وتقديروا الاحترام والاعتزاز وكل ما تحقق خلال خمس سنوات الماضية واللي ما كانش ممكن أبدا يتحقق له لكم وقال إن ده اعتراف وعرفان بجميل المصريين على المصريين يعني دي كانت برضو من الجزء المهم من الكلمة اللي كان قالها الرئيس السيسي بالنسبة ل يعني بداية المؤتمر السابع أو الجلسة الافتتاحية المؤتمر الوطني السابع لشباب المقام بالعاصمة الإدارية قال أيضا الرئيس السيسي لو مقبول أقول عرفان مني باللي عملته بتعملوه وهتعملوه خلال السنين اللي جاي عشان يبقى فيه أمل مستقبل كبير لولادنا مرة تانية كل الاعتزاز والمحبة ليكم يا شعب مصر شعب بلادي الحاجة كان فيه مفاجأة كمان فيه من خلال كلمة الرئيس السيسي في هذا المؤتمر أو يعني التصريحات من القلب فالرئيس كان كشف أنه منقشة قرار تحرير سعر الصرف ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لما كان المفروض أن القرار ده تاخد في نوفمبر عام 2016 وأنه إيه اللي كانت قال خلال اجتماعاته بالحكومة والحقيقة أنه هو قال أنه دي كانت في جلسة محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الأول للشباب عفوا لمؤتمر الشباب الوطني في نسخته السبعة اليوم الأول يعني فعالياتي اليوم الأول والرئيس كان بيقول خلينا نسمع مع بعض الرئيس كان بيقول إيه كل الزملاء في نوفمبر 2016 وإحنا بناخد قرار الإصلاح الاقتصادي كانوا متحسبين جدا لرد الفعل متحسبين يعني والكل في التصويت كان خايف دي بلدنا ونخاف عليها لو حصل حاجة لقدر الله أنها تنهار أو تتدمر نكمل كلام عشان بس لا بالمناسبة وأنا مش بقول كده كل الزملاء أثناء في نوفمبر 2016 كانوا وإحنا عادين بناخد القرار كانوا متحسبين جدا من رد الفعل وهم موجودين معنا دي الوقت والكل في التصويت كان خايف خايف أنت بتقول خايف آه خايف هي مش بلدنا ولا هي ونخاف عليها ولا هي لو حصل حاجة لقدر الله تنهار وتتدمر مش كده فكان كله متحسب لكن ولا هنا مش بزك نفسي في النقطة دي أنا قلت لهم لا وحاول اللي قلته ساعتها قلت الحكومة تجهز لو الشعب رفض تقدم السالة الخميس ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات بقاسية مبكرة وسلم الدولة لحد تاني نبني بلد مزبوط ونحل مشاكلنا مزبوط نسيبها ونمشي وده يعتبر كشف الاول مرة يكشف عنه رئيس السيسي انه كان فعلا فيه الخطوة دي علشان يقدموا عليها بالتأكيد كان فيه قلق وتحسب لإيه اللي هيحصل ورد فعل الشعب والحقيقة انه هو قال انه كان ممكن يكون فيه استقالة الحكومة وانه هو يعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة ويسلم الدولة لحد تاني يعني نبني بلد مزبوط ونحل مزبوط ينسبها ونمشي السيسي ايضا فيه طار هذا المؤتمر ايضا مؤتمر الشباب السابع قال نضع في اعتبارنا رد فعل الشعب عند اتخاذ قرارات الاصلاح يعني انه هو اكد على هذا الامر وانه ضرورة مراعاة رد الفعل اذا اي قرارات وقال انه قد تفشل القرارات نتيجة لعدم التقدير الجيد لرد الفعل واشار السيسي الى ان الاجهزة الامنية دائما وابدا ما تكون في صف الرأي العام وتقدر الموقف جيدا وتوصي باتخاذ اجراءات لتخفيف تبعات هذا الاجراء الضروري على الشعب اما حول موضوع رفع اسعار البنزين احنا عارفين طبعا ان الشعب المصري دايما بيتميز بالدم الخفيف في كل حاجة الحاجات الفاني الجميلة بتاعت المصريين اللي اتتشرت قوي لما كان في رفع الدعم عن المواد البترولية خلينا برضو نشوف هذا الجزء معظمها طبعا يعني رفع الدعم عن المحروقات خلصت اعتقد في تاني اعتقد حاجات حلوة تاني يعني سيد مصطفى يعني ارجوك كمل معانا يعني موضوع كبر مصطفى 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 الرئيس السيسي اثناء الجلسة والحقيقة ان هو كان الرئيس قال انه يعني دي يعني حاجة جميلة ان احنا كلنا نضحك والسؤال يا تركت الحكومة ايدها مرتعشة ولا لا لما خدت القرار ده اي حكومة لما بتتعامل مع قضايا شديدة الاهمية بتضعف اعتبارها رد فعل الشعب مش كلام علمي ولا مهني بتعمل اجراءات قصية الناس يعني هتجابهها وبقول ان ده مش محل اعتبار لا طبعا وقضا في الرئيس السيسي لما بنقول ان البطل الحقيقي اللي بيسخر من الحالة والظروف هو ده اللي استحمل برضو يعني فهو بيقول انه يعني انه بيبقى وكتوب ده والناس بتبقى سكتة ومستحملة واحيانا بيكون تقدير رد الفعل احد اهم اسباب عدم الاصلاح وعدم التحرك ممكن ده يخسرك بروح لذيذة وانا بحيل حياة الفكرة اللي كانت خلتهم يعني اللي فكر في انه يعرض على الرئيس برضو الكوميكس دي كلها عشان يوريه برضو الشعب المصري بيعلق ازاي في المشاكل يعني السيسي برضو قال ان عقل الدولة المصرية محفوز تحت الارض بعمق 14 متر وقال ان الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على ايجاد عقل جديد للدولة المصرية في اشارة الى مركز تحكم كبير يواكب التطور التكنولوجي والعصر الرقمي للمعلومات وقال ان العقل ده محفوز على عمق 15 متر في احد الاماكن التي لم يسمها مشيرا الى تأمينه على اهل مستوى كامن قومي مصري اضاف الرئيس السيسي خلال فعاليات اليوم الثاني والاخير من المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الادارية لما قلنا هنهتم هتشوفوا الاجراءات اللي بتاخدها الدولة عاملة ازاي وقال ان احنا بنعمل منذ عامين لاختيار ما يقرب من خمسين الف شخص لتدريبهم وتأهلهم عشان يقدموا اداء مرضي لاملنا وتطلعات شعبنا مشيرا لان كل البيانات تكون تحت الارض بعمق 14 متر والبيانات دي هي هتكون عقل الدولة المصرية ووضح الرئيس ان الجهاز الاداري للدولة عندما يتجه للعاصمة الادارية فينتظرهم خمسين الف حاسب ايلي وتفعيل تواصل بين كل المؤسسات اشار الى انه سيتم البدء في هذه المنظومة في منتصف العام القادم وموضوع تاني بقى هو ده اللي كان اخذ كاميكس كتيرا واعتقد بقى في المؤتمر الشباب اللي جاي ان شاء الله يعرضوا على الرئيس الكاميكس دي وهو موضوع انه الناس مش فقيرة زي منتوا فاكرين نسمع الرئيس الايه على الموضوع هو مين النهاردة الدكتور مصف اللي بنراجع للموقف بيقول لي كل الاسكال اللي اتعمل في المنصورة تقريبا يعني الناس مش فقيرة زي بالناس فهمة كده اتخذت كل حاج شكرا جزيلا قال لك يعني لابقى في المنصورة وروحي صايف في اسكندرية ولا اطلع المنصورة الجديدة فقال لك كل الاسكان اللي اتعمل في المنصورة الجديدة تقريبا تقريبا اتباع الناس مش فقيرة زي ما الناس فهم بنا الفكرة على هذا الامر يعني وقال انه رئيس الوزراء كان قال له كده يعني وكان برضو من الحاجات اللي كان قال قالها برضو او حصلت انه كان داعب وزير المالية فاب يقول له كده يعني انت بحقق فوائد والعملية مش معك كويس منشفة علينا ليه طب هما الناس فقرة ولا مش فقرة ولا هوا منشفة علينا المهم انه الرئيس الوزير المالية دي رقم دلوقتي قول هحطه في حياة كريمة وردت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على حديث الرئيس السيسي مؤكدة بتقول احنا مخصصين العام المقبل خمسة مليار جنيه يا مساهل والناس تبتدي تحصد فعلا الفترة الصعبة اللي كانت بالنسبة للإصلاح الاقتصادي والرئيس السيسي برضو قال ان ظروفه صعبة يشتغل وما ينامش يعني المفروض ان الناس برضو بيشجع الناس على انها تشتغل وكمان كان نعلق على موضوع استبعاد مئات الالاف من بطاقات التموين المكررة وقال ان دا يأتي في اطار مكافحة الفساد من الامور اللي بيهتم بها المواطن وتم استبعاد مئات الالاف من بطاقات التموينية اللي كانت مكررة وغيرها من الأسباب وعلق وزير التموين وقال انه بدون قواعد بيانات التانية اللي ركز عليها برضو السيسي ان مصر استعدت جيدا للتعامل مع سد النهضة بالتفاوض واحنا الايام اللي فاتت كان كنا تكلمنا برضو عن انه كان في محاولات لاستعادة التفاوض مرة اخرى وقال الرئيس السيسي لابد من الاتفاق كل دا في اطار المؤتمر يعني ممكن نعرض بعض المشاهد من المؤتمر زميلنا انه قال انه لابد من الاتفاق مع الاشقاء في اسيوبيا على فترة ملء خزان السد بالشكل اللي احنا ممكن نتحمل معاه الاضرار ونقدر نقدر حجم المياه اللي نستطيع تحمل فقدانها اللي من الممكن يتم التوافق عليها برضو كان الحقيقة الرئيس في اطار هذا المؤتمر ايضا تحدث عن موضوع رفع حالة الطوارئ الكسوى وماذا يعني انخفاض اراد النيل خمسة مليارات متر مكعب دي كانت من الحاجات برضو اللي انتشرت على فكرة هشتاج يعني لما كان الرئيس بتكلم على الفقر وقال فيش فقرة يعني كان برضو الناس بدأوا يدوروا على موضوع الفقر المائي وموضوع انه انخفاض اراد النيل وانه هل مصر هيحصل تعطيش لمصر ده كانت من الحاجات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد تويتر المهم من لجنة الماضي بحسب البيان رسمي قالت انه تم رفع حالة طوارق القصوى في كافة محافظات الجمهورية خلال فترة المقبلة وتوفير الاحتياجات المائي للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب لمواجهة الطلب على استخدامات المنزلية علاوة على المتابعة الدورية لراصد مخالفات القرص الحياة برضو من الحاجات اللي هي بتقول لنا انه انتهت خلاص الفترة الاصلاح الاقتصادي والمفروض اعلان عن ان مصر حصلت على الدفع الاخيرة من قرد صندوق النقد الدولي مصر اتفقت كانت مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 على برنامج قرد بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات مرتبط باصلاحات واسعة في السياسة المالية وبالفعل هذا ما تم وبالفعل كان الموضوع الخاص بانه كده القرد وصل اخر دفع وصلت مصر وبكده مصر تكون اخذت القرد بالكامل 12 مليار دولار جي تقرير برضو اليومين دول عن معدل الفقر في مصر اللي هو الرئيس بيقول مفيش فقر يا جماعة ويعني انا عايز اقولكم لجملة بتاعته بالضبط علشان دي كانت برضو اخذت كوميكس كتير قوي الناس مش فقيرة زي ما انتم مفاكرين لكن كان فيه تقرير عن انه ارتفاع الفقر في مصر الحقيقة معدل الفقر في مصر ارتفع بنسبة تصل الى 32.5% من عدد السكان اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر ارتفاع معدلات الفقر لتصل الى 32.5% من عدد السكان بنهاية العام الحالي العام المالي اللي هو 2017-2018 مقابل 27.8% لعام 2015-2016 وزير التخطيط المصرية الهالة وزير التخطيط المصرية هالة سعيد قالت ان السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الفقر بالنسبة دي اللي هي 4.7% خلال فترة من عاماية 2016-2018 هو تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي في الفترة ذاتها وهو ما تطلب تكلفة على المجتمع والدولة المصرية حسب قولها ومين بقى اللي تصدر قائمة الاكثر فقرا في جمهورية نصر هم السعيد سجلت محافظة اسيود نسبة فقر بين مواطنيها بلغت 66-7% تلاتها محافظة سهاج ثم الاكثر والمينيا ثم ايناء في المقابل كانت بورسعيد والغربية ودميات ضمن المحافظات الاقل فقرا في الوكال بحري واضاف التقرير ان معدل خط الفقر الفرد في السنة المالية 2017-2018 بلغ 8,827 جنيه سنوي او 736 جنيه شهري فيما بلغ خط الفقر المدقع في نفس الفترة 5,890 جنيه في السنة وتخيلين يا جماعة ان حد يكون دخله في السنة كلها كده 5,000 جنيه او ان هو بيدخله في الشهر 491 جنيه ذلك مع الاخذة في الاعتبار خصائص كل اسرة وتركبها العمري والنوعي ومكان اقامتها يذكر ان معدل الفقر العالمي هو 1.9 دولار يوميا للفرد وذلك وفقا لاخر ارقام البنك الدولي الصادر عام 2015 وبالتالي في مشكلة زي ما بقول لكم نتمنى انه بعد كل الاصلاحات اللي كانت صعبة واللي الرئيس كشف عن انها كانت خطوة كانوا هم متحسبين ليها وكانوا قلقانين منها انه يبتدي الشعب يحصد بقى النتائج الفترة اللي جاية من التعليقات برضو الحياة اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء قال انه لو الناس انه الفقير بيبقى غير رشيد لو احنا عطينا المبلغ مرة واحدة هيروح يشتري فيديو ودش اعطيها شهريات علشان الفقير غير رشيد الفقير غير رشيد فانا لما ادينه شهرية ام انظم له حياته بيديله كل شهر المبلغ اللي بيستطيع به انه هو يمشي به الحال لو اعطته منه على بعضه يروح يشتري فيديو فيديو يعني اصلا ما عرفش فيديو يعني ويشتري تيش اللي هو ديش يعني يعني ويشتري تلفزيون البصة بتاعته زيادة شوي طب بعدين يبقى ما فيش رشاد لكن انا عايزه يأكل ويشرب ويعلم مولاده ويتعالج ويسد ديونه واقع مش عارفة بصراحة يعني اذا كان ممكن ده يكون بيحصل ولا لأ لكن الناس بتبقى فعلا يعني لما بيكون في احتياج لتسديد ايجار لشقة للكهربا العلية الحاجات دي كلها تفتكروا انهم هيروح يشتريوا يعود لعمله في الاوقاف بامر القضاء حيث قررت وزارة الاوقاف عودة الشيخ عبدالله رشدي العمل ومرة اخرى بوظيفة امام وخطيب ثاني باوقاف الكاهرة بعد نقله للعمل بوظيفة باحث دعوة ثاني جاء قرار وزارة الاوقاف بعد الحكم الصادر لصالح الشيخ عبدالله رشدي المتضمن عوداته صعود المنبر او القاد دروس الدينية بالمساجد لحين انتهاء التحقيقات معه وعدوله يستريح عن افكار غير المنضبطة وتصرحاته المثيرة للفتنة ولكن بامر القضاء الذي يحتكم للشريعة الاسلامية عاد عبدالله رشدي اللي بيقفر المسيحيين جهارا ليلة نهارا عاد الى وظيفته مرة اخر ولا عزاء لايحد رجع عبدالله رشدي لعمله وربنا يسهل الافتاء كانت لها برضو تصريح غريب شوية يجوز فتح كوافير حريمي بشرط عدم النظر للعوارات المغنظة ولا نقعلق اما تعليق خالد منتصر على افتتاح القذر لكلية الطب خاص انه الكلية دي هتفتتاح القذر وطبعا مش هيلطحك بيها المسيحي ولا خريج الجمعات الاخرى فبيقول ان تتصرف لا يتفق مع الانسانية والمواطنة كتب خالد منتصر عبر صفحته او عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل اجتماعي فيسبوك قالك هل سيستطيع جرجس جرجس وبوترس للتحاق بتلك الكلية الكلية الخاصة بقى كلية الطب الخاصة اللي هتفتتاح ها الازهر وكمان احمد ومحمود الدينية هو تصرف لا يتفق مع دستور اي دولة مدنية هو الحال دكتور خالد منتصر بيحاول يكنع نفسه ويكنعنا ان احنا في دولة مدنية يعني بعيدا عن كل التصرفات اللي بتقول ان احنا لسه موصل ماشر الدولة المدنية عموما وبيقولك ان ده مش متفق مع الدستور فهو لا يتفق مع الانسانية والمواطنة فلا يعقل ان يحرم صاحب دين مختلف حاصل على مجموعة اكبر من دخول كلية يدخلها طالب لمجرد ان هو مسلم بيدرس في الازهر واختتم خالد منتصر وبيقول ولا يكتفون بذلك بل يشيدون كلية طب خاصة وللبنين فقط يسبح الامر مكسورا على المسلم الازهري الزكر اللي معاه خمسين الف جنيه حاجة تانية قالها برضو دكتور خالد في موضوع التعليم والامور اللي زي كده قالك المواطن لما بنقوله يلا اتبرع لبناء مدرسة بيجيلو شلال رباعي لكن لو قلنا له اتبرع لجامع حتى لو في خمسين جامع في القرية بيوافق فورا فيعني رد يعني قالك هنا اهو يعني معلش شعفون يعني وبيقولك ايه الرجل المواطن لما تقوله اتبرع بقراطين لمدرسة واحدة صحية يقولك لا ويجيلو شلال رعاش وتباول إرادي قل له اتبرع بفدان لجامع حتى لو في خمسين جامع في قريته بيوافق فورا وبدون شروط وبيحضر نفسه بقى للحور العين احنا واخدين التقوز بمفهوم الرشوة والنفاق والفصال والصراخ مش بمفهوم الدمير واعمار الارض واسعاد البشر ومنفعة الناس فرد عليه طارق الششتاوي وقال له انا عايش في قرية فيها خمسة وعشرين مسجد منهم خمسة وثلاثين مسجد منهم خمسة وثلاثين مسجد مكيف الهوى ومدرسة واحدة بتدائي بتعمل بنظام فترتين وكسفة الفط سبعين طالب يعني بيقايد كلام دكتور خالد منتصر هل من تحرك يا جماعة ده فيه كمان كان تقرير بيقول ان تصرف مليار مش عارف كم مليار جنيه على موضوع الجوامع الايام اللي فاتت دي فدي برضو حاجة تانية هنروح بسرعة الازمة الحقيقة يعني موضوع وزيرة الصحة المصرية مش عارفة ايه اللي بينها وبين الصيادلة تاني مرة تتكلم على الصيادلة بكلام يصير جدل قد كده فالحقيقة انه بعد كده حصل الدعوات لقالتها بعد حدثة عن الحجاب والسمنة وتتكلمت عن الوزن زائد الممرضات والتقليل من اهمية غياب مئات الصيادلة ورفضها الحجاب الطويل يعني فهي رح تتكلمت عن انه قال التصريح كده اثار كل صيادلة في مصر الحياة قالت لك انا بيعنيني غياب ممرضة واحدة لو غابت دي بتبقى مشكلة ومش مهم غياب مية بتاعت يعني ممرضة واحدة بتبقى مؤزمة لكن لو غاب مية صيدالي ما عنديش اي مشكلة مش هتشعر بغيابه فهي قالت كده من نص يعني قالت وزيرة الصحة انه من اهمية غياب الصيادلة حيث قالت غياب ممرضة واحدة بيكون مؤثر بينما غياب مية صيدالي لن تشعر به يعني الحقيقة طبعا بدأت الامانة العامة للتحاد الصيادلة يعني اصدارة بيان وصف التصريحات الوزيرة بانها اعتداء بألفاظ غير منضبطة وتمثل تهديد للامن المجتمعي والخاء اخلاق الزمالة اصدر مجلس نقابة صيادة البورس عيد بيان اعتبر فيه تصريحات الوزيرة دليل على عدم اتباعها اساليب الادارة الحديثة وانه الادارة لا تكون بالسب والنهر يعني وبس الاحباط بل بالتشجيع والتحفيز وفقا لصحيفة المصري اليوم والوزيرة تتركت للعملات بقطع التمريد التمريد كمان وقالت الزيادة في وزن بعض الممرضات ويعني دخلت الموضوع بقى في الوزن والحجاب والكلام ده كله لكن زيان بقولكم الصيادلة الحية كلهم كانوا ركزوا على موضوع الكلام الخاص بالصيادلة وتصدر هاشتاج لإقالة الوزيرة وزيرة الصحة كان لهاشتاج كده الإقالة لوزيرة الصحة تصدر المركز الأول على مدى ثلاث أيام ويعني كان يعتبر ترند في تويتر والتصرحات اعتبروها موسيقى جدا وموضوع أنه قالك يعني فيه برضو صيادلة قالك هما تقريبا فاكرين أن احنا هنزها ونبطل نقول الإقالة لوزيرة الصحة مش عارفين أن صابرينا طويل واسألوا التايتوريشن ده مادة من المواد اللي بياخدوها في صيادلة حد يتحدى الصيادلة برضو طبعا كاميكس كتير انتشرت برضو على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تويتر الإقالة لوزيرة الصحة من الجزائر صيدلانية متضايقة اعتذار ما يلزمناش يا إما إقالة يا إما بلاش أقيل وزيرة الصحة أقيل وهالة زايد الإقالة لوزيرة الصحة مرنة كتبت إن لم تستجب الرئاسة ومجلس الوزراء لمطالبنا بإقالة الوزيرة سنعلن عن الدعوة الوقفات احتجاجية وتعليق العمل بالمجال الصيدلي ولا نتهاون في حقوقنا اتحاد صيادلة مصر الحقيقة يعني هشتاج يعني كتير جدا من التعليقات وتم أيضا المحامي بالنقد محمود فهمي حبيب وقدم بلاغ لنائب العام ضد وزيرة الصحة بشأن ما قدلت به في آخر زيارة لها لمستشفى التأمين الصحي الشامل في محافظة بيرسعيد وهي التصريحات التي اعتبرها الصيادلة موسيقى ومهينة لهم يعني في ناس بتتساءل حتى مكنت رولوا معندي فين المحامي سامير ستابري ما لش يمكن مشغول بيرفع قضايتها حصل بقى حادثة صعبة جدا الحياة الأيام اللي فاتت وانا مش عارفة ازاي يبقى في خلافات بين اتنين جرين توصل لان جارة تخطف البنت طفلة عندها عامين ونص وتتبحها وتحرقها في فرن يعني اللي هو فيه ايه جماعة ايه الخلاف اللي بينك وبين جارتك عشان تعملي كده كان تم الاعلان عن انه فيه طفلة اسمها سجأ سجأ سلاح عبدالتواب كانت اختفت وفي قريتها ببلاو ضيروت وبعدين قعدوا ودوروا عليها وفي الاخر لقوا الجثة مرمية محترقة والجثة يعني البنت مقتولة ومحروقة ووضح انها كانت بحرقة في الفرن والحياة بعد التحريات اكتشفوا انه جارتها بينها وبين الام الطفلة مشاكل وقدت المشاكل دي ان هي تخطف البنت من قدام بيتهم وتقتلها تخنقها وتحرقها في الفرن يعني بصراحة انتقاما من والدة الطفلة اللي كانت كثيرة المشاجرة او التشاجر معها الحياة يعني حاجة تحزن بجد يعني حاجة تحزن تحزن يعني ما علينا هكتفي بهذا القادر طبعا رغم انه برضو كان فيه حاجة اخيرة خالص في الموضوع بتاع الحاجات اللي بتحصل في مصر نزل اعلان في الاسماعيلية انه هيبتدوا يغلقوا القهاوي من الساعة واحدة صباحا صيفا والساعة 12 مساء طب ليه يا جماعة خدتوا القرار ده قالك لمواجهة ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق في المحافظة تخيلوا طب تفتكروا ان هما لو قفلوا القهاوي الساعة واحدة الصبح في الصيف والساعة اتناشر بالليل ده ممكن يقلل حالات الطلاق هل هو ده سبب الرئيسي في موضوع الطلاق في ناس بتقول الطلاق هيزين ما علينا فيعني ربنا يسهل عندنا شوية حاجات كده غريبة يعني ما بين الحاجات الصعبة وما بين الامور خلينا بقى نروح للشرق الاوسط والعالمي وبسرعة في الوقت المتبقي ليكم لينا وليا معيكم يعني الحقيقة انه موضوع دلوقتي بيتصاعد بشكل غريب شوية احنا عارفين انه فيه ازمة ايرانية امريكية من ساعة ما خرجت اعلنت واشنطن ورئيس دونالد ترامب عن ان هو خرج من الاتفاق النووي انه واشنطن خرجت من الاتفاق النووي الايراني وبعدين جينا لقينا تصاعد الموضوع تصاعد الموضوع لغاية ما دخلت فيه موضوع الماضيق هورموز وموضوع الانقلات النفط والاعتداء عليها وبعدين بريطانيا احتجزت نقلة نفط ايرانية وبعدين ايران احتجزت نقلة نفط بريطانية وبدأت بقى ايه امور كتيرة وبعدين ايران اعلنت وقالت انه المفترض انه مضيق هورموز السيادة عليه لتهران او ايران وعمان بس وسلطنة عمان عفوا فالمفترض انه ما يبقاش فيه تدخل وانه القوات الامريكية الموجودة والقوات الموجودة دي كلها هي سبب المشكلة وكان تم الاعلان ان هم عايزين يشكلوا التحالف عسكري دولي لحماية نقلات النفط في مياه الخليج وبالتحديد عند مضيق هورموز والموضوع تساعد جي في خضم هذا الموضوع كده كانت موضوع انه انتوا عارفين طبعا انه ازرع ايران في المنطقة من ضمنها موضوع الحوثيين في في اليمن وانه فيه تحالف عربي بقيادة السعودية والتحالف ده دخل فيه الامارات وانه فيه تحالف دلوقتي ما بين امريكي اسرائيلي اماراتي او يعني خليجي سعودي ضد ايران في المنطقة فبدأنا الاول كده من حوالي سبوع نسمع انه ايران بدأت تسحب قوتها من من المنطقة من اليمن وانه بتقلل يعني القوات العسكرية اللي موجودة في هذا التحالف اللي بيحارب الحوثيين وحصل جدل كبير والامارات قالت لأ احنا بنعيد التمركز ومش عارف ايه وبنكشف عن الامر الى ان تم بقى موضوع انه وفد عسكري بتهران من الامارات لتعزيز العلاقات وحماية مياه الخليج وقتت بقى ردود الفعل وايه اللي بيحصل هل هيبقى فيه علاقات اماراتية ايرانية هتعود وده يعتبر كده انه الامارات بتتخلى على التحالف اللي ضد ايران ولا ايه اللي بيحصل نشوف التقرير او جزء من التقرير ده ونكمل لحضراتكم بقى التطورات اللي حصلة في المنطقة طيب هو يعني الموضوع هنا انه يعني زي ما قلتلكو كده انه ايران والامارات كانوا يعني حصل لقاء وتم الموضوع انه كانوا بيتكلموا على ادارة المسألة الحدودية وانه كانت ضرورة تعزيع العلاقات الدبلوماسية وضمان امن مياه الخليج ووفد عسكري اماراتي بالفعل راح لطهران لبحث قضايا التعاون الحدودي بين البلدين رغم التوترات المتساعدة في الخليج على وقع عزمات النقلات والتصعيد الامريكي بين قائد قوات حرس الحدود الايراني قاسم رضائي ومع قائد قوات خفر السواحل الاماراتي محمد علي مصلح الاحبابي وينشرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية وابرزت صورة لهما وهما يتصافحان وشدد القائد الامني الايراني على ان حماية منطقة الخليج الاستراتيجية وبحر عمان ينبغي ان تعود لشعوبها وقال لا نسمح لسائر الدول انت مست امننا الاقليمي التعليقات من الامارات بتقول لا الموضوع ده ما فيهش اي حاجة غير انها وساطة زي وساطة زي ما حصل وساطة من العراق عفوا الفترة اللي فاتت وكلها في اطار محاولة حماية منطقة الخليج الاستراتيجية لكن ما هواش تخلي على السعودية لكن ما هواش الامر زي ما بتبرزه الميديا او الاعلام الايراني والاعلام القطري بتحاول الامارات تدافع عن موقفها بانها ما زالت في التحالف مع السعودية ايران كانت تقدمت بمقترح على الامارات لعقد اجتماعات السنمية في تهران وابو زبي على مستوى قادة البلدين في اطار جهود الرمية لحل المشاكل الحديدية بين الطرفين وابدى مصدر بوزارة الخارجية الاماراتية ارتياحه لانتاج الاجتماع الدولي المشترك السادس لفرق حرس الحدود والسواحل بين الامارات والايران واللي عقد في تهران امس وقال مدير ادارة التعاون الامني الدولي بوزارة الخارجية سعاد سعادة الزعابي انا الاجتماع يأتي استكمالا للقاءات الدورية السابقة اللجنة مشتركة بين البلدين واللي تم تشكيلها خصيصا لبحث مسائل تجاوز الصيادين للحدود البحرية وحل مسائل الافراج على المخالفين لقواعد الصيد ومكافحة عملات التهريب وده بيأتي في السياق حرس الامارات على شؤون مواطنيها بمن فيهم الصيادين فزي ما بقول لكم الفترة اللي جاية هتلاقوا شوية جدل وشوية كلام كده وشوية حاجات بتيجي في الميديا القطرية والاخوان على انه الامارات بقى تخلت على السعودية والكلام ده كله ولكن الموضوع بيحاولوا من جانب الامارات ان هم يوضحوا قبطان ناكلة النفط الايرانية اللي احتجزت فيه منطقة جبل طارق قال ان البحرية الملكية البريطانية تعاملت مع بحارة السفينة بقوة مفرطة وزارة الدفاع البريطانية قالت ان العملية تمت وفقا المعايير الدولية وكان وصل 30 من افراد القوة بالطائرة من الملاكة المتحدة لمنطقة جبل طارق للمساعدة في احتجاز النقلة بعد طلب من سلطات جبل طارق طبعا هم بيحاولوا برضو يشوفوا الموضوع النقلتين نقلة النفط الايرانية المحتجزة من بريطانيا والنقلة البريطانية المحتجزة من ايران لسه الموضوع ما تحلش لغاية دلوقتي وكل واحد بيحاول يلقي اللوم على الجانب التاني من ناحية المعاملات ومن ناحية انتهاك القوانين البحرية الدولية بنسبة لتأمين هورمس واشنطن بتطلب بتطلب مساعدة من ألمانيا ولكن وزير الخارجية الألماني قال ان موقف برلين هو ضرورة تجنب مزيد من التصعيد في مضيق هورمس ألمانيا رفضة ان هي تشترك في التحالف او في القوة العسكرية اللي هم عايزين يحملوها عند منطقة مضيق هورمس ايران قالت ان احنا مستعدين للحوار اذا كانت السعودية مستعدة ومكروه بحث مع روحاني التوتر الامريكي الايراني يعني كل المنطقة على فكرة بيحاولوا اي حد يقدر يعمل وساطة واي اجتماعات يقدروا يعملوها في سبيل التهدئة بيحاولوا يعملوا كده عشان محدش خالص عايز ان المنطقة يحصل فيها توتر اكتر ولا انه الامر يؤدي الى حرب ايران بقى بتتحدى العقوبات وعلنت عن حفر واحد واربعين بقر نفطي وغازي بالرغم من انه امريكا يعني عاملة عقوبات شديدة جدا على اي دولة حتى تستور النفط من ايران والحاجة التانية انه زريف بيدعو ترامب الى رفض تعطيش حلفائه لحرب ابدية والنهاردة بقى الخزانة الامريكية كانت فرضت عقوبات جديدة على محمد جواد زريف اللي هو او الوزير الخارجي الايراني جواد زريف عفوا كانوا من انواع التصعيد الامريكي ضد ايران اما بالنسبة للموضوع الاتفاق النووي الايران بتحاول تحافظ عليه مع الاوروبيين فهي قدت الاوروبيين فرصة اخيرة وبتقول لهم انه لازم ان انتوا توفقوا على البيع النفط وتحاولوا تساعدونا عشان نتخطى العقوبات الامريكية عشان البقاء على الاتفاق النووي الايراني مع اوروبا وإلا هيبقى فيه تصعيد وهيبقى فيه نوع من انواع عدم الالتزام من قبل ايران بالاتفاق النووي الايراني نيجي بقى بالنسبة لسوريا مجلس الامن التركي بيعلن تصميمه على اقامة ممر سلام في سوريا وموضوع المدنيين اللي كانوا سقطوا في الفترة اللي فاتت كلها دي مشكلة كبيرة جدا في سوريا وهناك مطالب بتحقيق ايضا على هجمات على مستشفيات سوريا والتحقيق ده بيطالب بيه مجلس سلس اعضاء مجلس الامن الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا طلبوا الامين العام من الامين العام للامم المتحدة ان يكون في تحقيق في تعرض منشآت طبية شمالية غرب سوريا الهجمات وبرضو تعرض مدنيين للهجمات السودان الازمة بتتساعد الامم المتحدة كانت بتطالب بالتحقيق في مقتل طلاب في مسيرة احتجاجية كانت غرب البلاد في منطقة الابيض اليومين اللي فاتوا واليونسف قالت ان الضحايا بتتراح عمرهم من 15 و 17 سنة وقالت انه لا يجب ان يدفن اي طفل بزي المدرسي تواصلت الاحتجاجات امس السلساء في احياء الخرطوم ومدن سودانية اخرى تنديدا بمقتل ستة متظاهرين بينهم اربعة طلاب واصابة 62 في مدينة الابيض كبرى مدن ولاية شمال كوردفان غربي سودان يوم الاثنين وخرج مئات الاطفال كان منهم بيرتدوا زي المدرسي وحصل اطلاق نار وتوفى اطفال وتوفى ايضا يعني كان ستة متظاهرين بينهم اربعة طلاب وبكده بدأت الازمة تتساعد مرة اخرى مطالبات بيحصل تظاهرات وعدم التعامل مع المجلس العسكري رئيس المجلس العسكري السوداني كان بيقول ان مقتل المتظاهرين في مسيرة الاثنين جريمة غير مقبولة والمهنيين التحالف المهنيين بيقول برضو ان سلطات كوردفان تعر يعني بقالت ان هما مرتكبي بتقول بيقولوا يعني ان هما عارفين مين هما اللي ارتكبوا جريمة الابايد ولكن الحزب الشيوعي انسحب المفاوضات مع المجلس العسكري والتوتر عادة في السودان مرة اخرى محاولات اخرى من الوسيط الافريقي علشان يحصل هدوء وتحصل استمرار علشان يكون فيه حكومة ولكن للأسف كان فيه محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير اتأجرت لخمستاشر اغسطس وكان خرج عشان يحضر مراسم دفن والدته اللي توفت وكان فيه جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بانه ما كانوش عايزينه يسمح له بخروج لحضور مراسم دفن زوجته بكده يعني قدرنا نقولكم اغلبية الاخبار اللي كانت معانا النهاردة نلقاكم على خير والمزيد ومرة الاحداث اترى الله يوم الجمعة انتظرونا اشتركوا في القناة